بسم الله الرحمن الرحيم نواصل دروسنا لشرح مقرر تنظيم حاسبات واحد ما زلنا في الباب الثاني Basic Computer Organization and Design وننتقل فيه للموضوع التالي الموضوع بعنوان Program Interrupt وهي اعتراض البرنامج لماذا نحتاج لاعتراض البرنامج؟ كما ذكرنا في الدرس السابق نحتاج لاعتراض البرنامج إذا كان هناك حوجة لإدخال بيانات من ال-Input Terminals أو لإرسال بيانات إلى ال-Output Terminals يعني أن اعتراض البرنامج يحدث للتواصل مع ال-Input وال-Output Terminals الطريقة التي شرحناها في الدرس السابق تسمى ال-Program Control Transfer وفيها يقوم الحاسب في كل لحظة باختبار محتويات الفلاق Bits التي تدبع ال-Input وال-Output Terminals حتى يستجيب لطلبات منها إن وجدت هذه الطريقة غير فعالة الطريقة الأكثر فاعلية هي أن يستمر البرنامج في أداء وتنفيذ التعليمات كالمعداد ويخبر إذا ظهرت أي طلبية للتعامل مع منافس إخراج وإدخال هذه الطريقة تسمى Inform If Ready Transfer بمعنى الكمبيوتر يشتغل في تنفيذ عملياته كالمعتاد وإذا ظهر طلب من منفذ Input أو منفذ Output يخبر الكمبيوتر بهذا الطلب فيذهب للتعامل معه طيب كيف يعرف الكمبيوتر هذا الشيء؟ هناك Phillip Flop يسمى R هذا هو طالما كان محتوى هذا Phillip Flop صفر فهذا يعني أن الحاسب ينفذ دورات تعليمات Instruction Cycle كما شرحناها في دروس سابقة وإذا كان محتوى هذا Phillip Flop هو واحد يذهب الحاسب لتنفيذ دورة اعتراض طيب ما الذي يغير محتوى هذا Phillip Flop؟ هذا Phillip Flop يتغير بواسطة وحدة التحكم الحاسب لنكن في الجزء الخاص بدورة التعليمات ونعرف متى تتغير R فتصبح واحداً بما أننا في دورة التعليمه هذا يعني أن محتوى R هو صفر هنا يتم التعامل مع التعليمات حسب المراحل المعروفة لدورة التعليمه ويحصل بحث للتعليمه وفك لترجمة محتواها ثم تنفيذ لهذا المحتوى وأثناء تنفيذ التعليمه تقوم وحدة التحكم بالنظر في Phillip Flop يسمى IEN هذا هو Interrupt Enable إذا كان محتوى هذا Phillip Flop هو صفر فلا يحدث شيء وتذهب وحدة التحكم إلى التعليم التالية لتنفيذها بعد أن تكمل تنفيذ التعليم الحالية أما إذا كان هذا المحتوى هو واحد فينظر التحكم في Phillip Flops المسمية Flag Input و Flag Output إذا كان كل منهما صفرا لا يحدث شيء يذهب الكنترول أيضا إلى التعليم التالية بعد إكمال تنفيذ التعليم الحالية أما إذا كان واحد منهما يساوي واحد فهذا يعني أن هناك منفذ إما Input أو Output جاهز للتعامل مع الحاسب إذا وجد أي من هذه FGI أو FGO محتواها هو واحد يذهب الكنترول إلى هذه الخطوة بإيداع واحد داخل Phillip Flop R بمجرد دخول الواحد إلى Phillip Flop R هنا ننتقل إلى دورة الاعتراض والانترب سايكل ماذا يحدث في هذه الدورة؟ بهذه الدورة وقفت دورة التعليمات وانتغل الحاسب ليتعامل مع ال Input أو Output Instructions أنه الوصول إلى هذه الدورة نتيجة لإما أن تكون FGI تساوي واحد وهذا طلب من ال Input Terminal أو ال FGO تساوي واحد وهذا طلب من ال Output Terminal للتعامل مع هذه الطلبات من ال Input أو Output Terminals في دورة الاعتراض يتم تخزين عنوان العودة لأننا ذهبنا أو قفنا تنفيذ البرامج عند عنوان محدد وكان المفروض نذهب إلى عنوان التعليم التالية وبما أنه تم اعتراض البرنامج نحتاج أن نخزن العنوان الذي سنعود إليه بعد التعامل مع طلبات ال Input أو Output Terminals إذن أول خطوة Store Retain Address in Location Zero هناك مكان في الزاكرة هذه هي الزاكرة Location Zero نخزن فيه عنوان العودة Retain Address ثم نحول محتويات ال Program Counter إلى هذا إلى ما هو موجود في هذا المكان فتذهب التعليمات إلى هذا العنوان لتبدأ مسيرة الاستجابة لطلب ال Input أو Output Instruction ويحصل تفريع إلى Location One هذا Branch to Location One يذهب ال Program Counter إلى One وهنا يجد تعليم تقوده إلى مكان التعامل مع برامج ال Input أو Output Program إذا ذهب ال Program Counter وأصبح فيه One يأتي الحاسب إلى هذا الموقع فيأخذ إلى موقع جديد مهما كان عنوانه XXX يجد فيه تعليم ال Input أو Output Instruction فيبدأ في تنفيذها وفي نهاية هذا البرنامج يجد Retain أو أمر بالعودة إلى حيث وقف إلى هنا إلى الصف هنا يجد العنوان الذي كان ستخزنه من الأول فيأخذه إلى موقع التعليم الجديدة ليواصل في تنفيذ التعليمات لماذا يواصل في تعليم التنفيذ في تنفيذ التعليمات لأنه بنهاية ال Branched Location One يصفر ال Interrupt Enable في الفلوب ويصفر ال Interrupt في الفلوب R وطالما هذه R بصفر هذا يقودنا إلى الناحية اليسار من الشكل وهي الناحية التي تتعامل مع ال Instruction Cycle ثم يتكرر هذا السيناريو مرة أخرى وبظهور FGI تساوي 1 أو FGO تساوي 1 نعود إلى الجزء اليمين من الرص ويكون هناك دور الاعتراض هذه الطريقة الفرق بينها وبين الطريقة التي شرحناها في الدرس السابق أن الحاسب يكون ينفس في تعليماته كالمعتاد ولكن وحدة التحكم تراقب ال Interrupt Enable في الفلوب إذا وجدت هو أن تنظر ما الذي يطلب التخاطب هل هو Input Terminal أم Output Terminal فإذا وجدت أن أحدهما يطلب التخاطب مع الحاسب يحول محتوى ال R إلى ون لينقل العملية إلى ال Interrupt Cycle كما شرحنا وإلى اللقاء في الدرس القادم